عبد الحفيز قرار كاف غير منصف انزلوا لما حدث من الوداد والترجي يرى زيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي ان قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف غير منصف على الاطلاق على حد وصفه وكشف مصدر في وقت سابق موافقة كاف على فتح الاستبدال في قوائم بطولة الاندية دوري الابطال والكونفدرالية واشترط كاف ان يكون اللاعب المشتبدل لم يشارك فيه ولا دقيق مع فريقه في البطولة وان يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في اي دقيقة من بطولتين الاندية وعقب عبد الحفيز على قرار الاتحاد الافريقي قائلا القرار غير منصف على الاطلاق ويخالف اللوائح الواضحة ويخدم فرق بعينها واضف في تصرحاته مع فيدول كيف يقرر كاف بشكل مفاجئ تعديل المصابقة اثناء سيرها حتى اذا اراد فعل ذلك بالافضل ان تكون البداية من المشم المقبل ووصل قرار الاتحاد الافريقي يخدم فريق بعينها انظروا للوداد والترجي التونسي وشرح الوداد تعاقد مع ما يقرب من تسع او تمن لعبين نفس حال الترجي انظروا لقوام الترجي والوداد هناك ما يقرب من اربع لعبين لم يشاركوا منذ بداية البطولة ولغم ذلك السنائي تحرك تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين هذا يدل على المعرفة السابقة بالقرار واكمل حديثه قائلا على ما يبدو فان القرار كان يجهز منذ فترة وبعض الاندية تعرف ذلك واتم القرار ليس منصفا ويساعد فرق محددة لتقوية صفوفها خلال البطولة ويرى انها مؤامرة ووضع كاف حد اقصى للاستبدال يصل لأربع لعبين ويمكن للاندية تطبيق ووضح كاف حد اقصى للاستبدال يصل لأربع لعبين ويمكن للاندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجالي ولا يمكن للأهل استبدال اي لعب سوى شرف اكرامي وهو الامر المستبعد في ظل تواجد مقعدين شغيرين في القائمة ومن المنتظر ان يتم قيد السنغالي اليوباجي ولم يتم حسم المقعد الثاني ويتصدر النجم السحلي ترتيب مجموعة الاحمر في دوري ابطال افريكا بتسع نقاط يليه الاهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بستة نقاط ويحل النجم ضيفا على الاهلي مساء الاحد رد تركي الاشيخ على بيان الاهلي اكد تركي الاشيخ رئيس هيه الترفيه ان الرئاسة الشرفان الاندى الاهلي مسئولية كبيرة وانا مجل الواقعة مرة اخرى مع مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب وكتب تركي الاشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاخ الغالي محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم اتمنى ما مررث به علاقتي بالنادي الاهلي ادارة وجمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصداقة التي تربطني بكم وتابع مجتمعين على عشق كيان الاهل العظيم والذي احب قدمته بما يتوافق مع سابة النادي ورؤية مجلس ادارته حيث ان الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي شرف كبير ولكن مسئولية اكبر ولا مجال للواقعة مرة اخرى واضاف والى جماهير الاهل الوافية يسعدنا الانضمام لصفوفكم وخدمة ندينا بما يناسب تقاليد الاهلي وبما يراعى الترابط والاخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية ادعو لي فانا محتاج لدعاءكم اختبار طبيل الشناوي قبل موقعة النجم الساحلي وحسم مصير السلاسي يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول بين الاهلي اليوم الخميس لاختبار طبي لتحديد امكانية مشاركته في التدريبات الجماعية والمباريات وحسم موقفه من لقاء النجم الساحلي المقبل والمقرر اقامته الاحد المقبل ضمن مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور ابطال افريقيا اتعرض الشناوي لكدمة شديدة في الساق بمباراة المقولون العرب الاخيرة التي فاز بها الاهلي بسنائية نظيفة ابعدته عن التدريبات الجماعية امس الاربعاء حيث خاض الشناوي التدريبات البدنية الاضافية بشكل منفرد في اطار الاستعداد لمباراة النجم الساحلي بالجري حول الملعب وتحسم ادارة النادي الاهلي اليوم الجمعة عدد من العروض المقدمة للعبيه خلال الفترة الحالية وتحديد السنائي حسين السيد وصالح الجمعة اللذان لا يرغب الجهز الفني في الاستعانة بخدماتهما حاليا فضلا عن عمار حمدي الذي تلقى عرضا من المقصة مفاجأة امير مرتضة نستعد لمباراة الترج في السوبر الافريقي بشكل طبيعي اكد امير مرتضة المشرف العام على فريق الزمالك ان الفريق الابيض استعد بشكل طبيعي لمعاجهة الترج التونسي في مباراة السوبر الافريقي المقرر لها يوم 14 فبراير المقبل بدول قطر بشكل طبيعي وقال امير في تصرحاته بقناة الزمالك نستعد لكل المباراة بشكل طبيعي حتى مباراة المصري التي تم تعجيلها وايضا مواجهة السوبر الافريقي امام الترج واكمل نحن لدينا جدوى المباراة نستعد من خلاله لكل المباراة ومنهم الترج وكرار المجلس في النهاية يأتي بعد التشاور والمباحثات في اي امر واوضح هناك كرار في القريب العاجل سوف يتصدر فسوف يصدر من جانب المجلس بخصوص المباراة وسوف يكون بالتأكيد في صالح الفريق خاصة وان الجميع يعمل على مصلحة نادي الزمالك وليس ضده حسام البدري يطلب بحضور جماهيري في مباراة الفرعنة امام توجو مارس المقبل طلب حسام البدري المدير الفني لمنتقب مصر اقامة مباراة الفرعنة امام توجو المقرر اقامتها في مارس المقبل في الجولة الثالثة بتصفية امم افريقيا 2021 باستد القاهرة كما طلب حضور اكبر عدد ممكن من الجماهير لمساندة الفرعنة تخطيط الاهل يحسم مصير صلاح محسن بالرحيل لسموحة تحسم لجنة التخطيط بالاهل مصير صلاح محسن مهاجم الفريق الذي خرجه هو الاخر من حسابات فيلر الفنية لا يتم الاستقرار على الرحيل اللعب لنسموحة الرغب بقوة في الحصول على قدماته وانتظر مسؤوله الاهل نجاح التعاقد مع السنغالي اليوباجي قبل حسم مصير صلاح محسن خاصة وان يلعب في نفس مركزه وبالتالي اصبح صلاح محسن قريبا للغاية من الانتقال لسموحة على سبيل اعارة بعد انضموم المهاجم السنغالي بعد انتهاء الخلاف المادي الذي حدث بين الاهل وسموحة خلال الايام الماضية والخطيب يكلف عبدالحفيز وعدلي بتأمين بعثة الاهل في السودان كلف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي سامير عدلي مدير الجهز الاداري وسيد عبدالحفيز مدير الكرة بالاطمئنان على كل ترتيبات اقامة الفريق في السودان وسبل تأمين البعثة المختلفة قبل مواجهة الاهل للسودان المرتقبة واجرى سيد عبدالحفيز وسامير عدلي العديد من الاتصالات خلال الايام الماضية استعدادا لمواجهة الاهلال التي تقام في السودان اول فبراير المقبل في اطار منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدور ابطال افريقيا وقام عبدالحفيز وعدلي بالتواصل مع السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان للتنصيق مع السفارة المصرية فيما يخص استقبال بعثة الاهل وفندق الاقامة ووسائل التنقل وملعب التدريب كما قام السنائي باجراء اتصالات مكسفة مع اتحاد الكرة السوداني للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمواجهة الاهلال في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدور ابطال افريقيا وصول سيارات التدريب العام للحكام والاقتبار النهائي باستاذ القاهرة وزارة الرياضة ترسل لاتحاد الكرة الموافقة الرسمية لتطبيق الفار سيد عبدالحفيز تم قيد باجراء محليا ساعات قليلة تفصله عن الافريقية قال سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالفريق الاول لندى الاهلي انه تم قيد السنغالي علي باجي مهاجم الفريق محليا بعد وصول البطاقة الدولية خاصة باللاعب وعبر الموقع الرسمي لندى الاهلي قال عبدالحفيز انه تم قيد باجراء محليا الساعات القليلة المقبلة تشهد قيد الله في القامة الأفريقية مؤكد العمل جاري في الوقت الحالي لإتمام عملية القيد ويتأهب الأهلي لمواجهة النجم السحلي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من برات المجموعة الثانية بدور أبطال أفريقيا رسميا ورسميا نادي للتحاد السكندرية يتعاقد مع المدفع السويسري عمر الميداني عاجل كارتيروني وافق على رحيل محمد عواد كشف مصدر مقرب من الجاز الفني للفريق الأول لقرة القدم بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق رحب برحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق مع نهاية الموسم الجاري كارتيرون سوف يقيد محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق في القامة الأفريقية في حالة فتح باب الاستبدال خلال فترة انتقالات الشتوى الجارية المدير الفني أبلغ مرتضى منصور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بذلك حيث يادريس كارتيرون الدفع بجنش في المباراة المقبلة للقلعة البيضاء أمام ودي دجلة أو حارس الحدود في الدورة كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة مازنبي أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مازنبي وضمت القائمة كل من محمد عواد ومحمد أبو جبل في حرص المرمى محمود علاء محمد عبد الغاني محمود الونش محمد عبد الشافح حزم إمان في خط الدفاع طرق حامد وساسي ومحمد حسن ويوسف إبامة وإحمد ديزو وإسلام جابر ومحمد أونج ومحمود عبد الرازق شكبالة ومصطفى فتحي وأشرب بن شرقي في خط الوسط وفي الهجوم مصطفى محمد استبعاء كاسونجو وجمعة وخمس لاعبين من قائمة الزمالك ضد ماسنبي استبعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدين الفرنسي للزمالك عبدالله جمع الإصابة وكاسونجو لعدم الجاهزية ومحمد عنطر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وكريم بمبو ومحمد صبحي لأزباب فنية في قائمة فريقه لمباراة مازنبي الكنغولي قدن في الجولة الخامسة من دور المجمعات وخرج الكنغولي كابونجو كاسونجو من قائمة الزمالك ومازنبي لعدم اكتمال جاهزياته ورغب كارتيرون في الوصول به لأعلى فرمة إمانويل أمونيكي يصل الخير غدا